بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا النهاردة يا سادة أنا أعدت أتأمل في حياتنا إيه من الأشياء اللي ممكن لو عملناها في حياتنا ممكن تساعدنا كتير على إن إحنا نعيد ترتيب حياتنا ونصل إلى حد الاتزان لقيت إن من أهم الصفات اللي ممكن تساعد الإنسان على الاتزان شيء مهم جدا جدا وهو الاعتدال اللي هو إيه الاعتدال الاعتدال هو إن الإنسان يترك الإسراف يترك الإسراف اللي هو الإسراف اللي هو تجاوز حد الاعتدال بقول كده لي لأن في الحقيقة الواحد لما بيتعود على الإسراف ما بيقاش الإسراف ده يعيشه في حياته فقط في مسألة الأشياء المادية لكن ممكن إن كمان يتعود على الإسراف كمان في الأشياء المعنوية وهي نفس الحكاية وينشأ ناشئ الولدان فينا على ما كان عوده أبوه فينشأ الإنسان على أنه هو مسرف في الأشياء فيأدي ذلك إلى أنه يسرف في كل شيء الإسراف يا سادة جوع للأسف وعمر ما الإسراف بيشبع حد عمر ما الإسراف أبدا بيشبع الإنسان أكتر حاجة ممكن تعرفها في الإنسان المعاصر أنه مسرف مسرف ليه؟ لأنه كتير من الأشياء في باطن الإنسان مليئة بالفراغات وهو مليئ بالفراغات فبيحاول يعوض الفراغ ده بالاستهلاك عشان فيه أكذوبة حصلت كده فهمت الناس ببساطة خالص إن الإنسان عايز يبقى سعيد لازم يبقى يحسو على الرفاه ومعيار الرفاه هو الاستهلاك والاستهلاك عندنا مش هو الانتفاع الاستهلاك عندنا هو ببساطة خالص الاستهلاك هو الإسراف كل ما زاد استهلاك الناس كل ما أسرفه وعشان كده كده توجيه الرباني وأمرنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لماذا لا يحب المسرفين؟ لأن الشخص المعتدل في الإنفاق المعتدل في كل شيء إلا حاصل يستمتع بنعمة الله تبه الشخص المسرف يستصغر نعمة الله يستصغر نعمة الله ليه؟ عشان كده المبذرين لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم تكلم على المبذرين وذكر أنهم إخوانا لشخص بعيني لمخلوق بعيني ليه الله سبحانه وتعالى لما ذكر المبذرين لأن حضرت النبي في أول الأمر علمنا إن إحنا كيف نصل إلى الحفاظ والوصول على أن نكون ليس من هذا الصنف الذي لا يحبه الله فأمارنا صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطوا إصلاف ومخيلة يعني طالما ما فيش إصراف ومخيلة أنت إنسان فلاحات للاعتدال الإصراف وكان الإصراف بينزل إنسان في منزلق قدر لازم المسرف يصل إلى المخيلة يعني يصل إلى الكبر والغرور حتى في الصدقات والإنفاق المشروع منهي عن التبذير كل الأشياء منهي عن التبذير يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يقول وَأَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ أَهُبَأْجِهِ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا الشيطان كفر بأنعم الله وكفر بحق الله عليه ليه طيب؟ لننسي نعمة أن ربنا خلقه فأسرف وانزلق إلى منزلق الغرور لأنه أسرف على نفسي أسرف على نفسي لما هو أحب أنه يأخذ الوجاهة وجاهة أنه يكون أفضل من آدم ليه آدم تسجد له الملائكة؟ أنا أفضل من آدم أنا خير منه خير منه ليه؟ لأن أنا مسرف على نفسي في التقييم ومسرف على نفسي أطلب منك المزيد فالإنسان اللي في حالة الإسراف لابد أن يستهلك كل شيء يستهلك الحياة يستهلك الأخلاق يستهلك العلاقات يستهلك حتى نفسه فالمبذرين وكمان المسرفون هؤلاء لا يستهلكون فقط الموارد ولكن يستهلكون أنفسهم ويستهلكون الأخلاق ويستهلكون الإنسان لابد نحن نغير الحالة دي حالة أن نكون مستهلكين لابد نغير حالة الاستهلاك دي وحالة الإسراف في الاستهلاك دي عشان الحقيقة هذه الحالة لا تعبر على أننا ترقينا ولكن تعبر على أننا بدأنا في التحلل والتفكك تعالوا نتواصف من بيننا بأننا نقلل من الإسراف ترجمة نانسي قنقر